بعدما تحولت مدينة الرقة السورية من مدينة هادئة لمدينة أرهقتها الحرب سنة 2015 إذ طرت الفنانة جوليا سعيد لترك أدوات الرسم والتي تعتبرها أحب الأشياء إلى قلبها وهربت إلى دمشق ما عندي عديد رسم تركت كل شيء ببيتي لوحاتي أساس بيتي كله طبعا بطيب الرقة صرت فكر أنه كيف بدي أتغلب على ظروفي خطر بالي فكرة الرسم بالتراب تراب 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 كثير حلو يعني أي حدا بيحب اللعب بالتراب والرسم ولأن الفنان يظل شغوفا أينما حل وارتحل أعادت جوليا للرسم لكن هذه المرة استعملت المادة الوحيدة التي تستطيع تحمل كلفتها وهي التراب بعد أن كانت تستخدمه في البداية بسبب ضيق ذات اليد صار الرسم بالتراب شغفها الوحيد وأضحت تعرض أعمالها في عدد من المدن السورية وتنظم ورشات عمل للأطفال ترجمة نانسي قنقر